زي ما انتوا شايفين اسم المادة الانرجي and renewable energy الحاجة اللي هي تعتبر النهاردة موضوع الانرجي ده يعتبر up to date لانه بيأثر في حياتنا وحاليا دراسات بتتعمل كتير جدا في عمليات الانرجي وتأثيرها على البيئة فحنتكلم على الانرجي لهمين الاول حنتكلم على resources of energy وهنتكلم عن effect of energy على الenvironment البيئة وان شاء الله يعني بعد كده هنتكلم عن الاي حاجة مرتبطة بالانرجي هنتكلم عن الايكوبمنت او الايكوبمنت آسف الايكوبمنت اللي هي مرتبطة بالانرجي زي الترانسفورمر وزي الDC ماشين فيه بعد كده هيكملوا يعني فيه زومة لا هيكملوا بعد كده بعد الميت ترم يعني انا يعني انا هعمل لكم ان شاء الله امتحان الميت ترم وبعد كده هيتكملوا بقى في الايكوبمنت التانية او في الدفايس الثانية اللي هي مرتبطة بالانرجي يعني احنا هنا في كورس اي حاجة مرتبطة بالانرجي اول حاجة كده دي كده بنقول هنا دي كده حاجة او حاجة كده يعني مدخل بنقول ان هو يعني تقريبا من من سنة 1831 فردي اكتشف الالكتروماغنيتك اندكشن اللي هو ايه بقى بنسمي ايه اللي هو بنسميه اللي هو اللي هو الريموت افكت الكهرباء بتأثر عن بعض عن طريق مجالات وانتو اخدتوا الماغنيتك فيلد عن طريق الالكتروماغنيتك فيلد عن طريق فلاكس والفلاكس ده بيأثر على مسافة من هذا الطيار يعني اي طيار مفوض انه هو بيعمل خطوط مجال مغناطيسي طبعا احنا النهاردة منقدرش نستغل عن الانرجي موضوع الاكتشاف فردي موضوع اللي هو التأثير عن بعض ده يعني يعتبر اكتشاف يعتبر اساس التقدم اللي احنا شايفينه النهاردة احنا شايفين تقدم يعني في الخمسين سنة اللي فاتوا دول حصل تقدم رائع حصل تقدم ضخم جدا او ممكن في السبعين سنة اللي فاتوا او في المئة سنة اللي فاتوا الاكتشاف للجينيريتور ده مبني على الالكتروماكنيتيك اندقشن زي ما نشوف وزي ما انا هحاول اديكم الفكرة بتاعتها زي ما قلت ان الانرجي النهاردة مرتبطة بحياتنا اليومية الانرجي بتخضع لحاجة مهمة جدا انها كانت بي ديسترويد اور كرييتيد فرون نافين يعني يعني من حكمة ربنا في الكون ان هو ان ان الطاقة لا تفنى طالما الكون موجود ف دكتور الصوت قطع لا 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 ما اعطعش على حاجة ما اعطعش يا استاذ استعقلش فبنقول دلوقتي ادفعنا ان الانرجي يعني بنقول ان احنا لازم يكون في سورس علشان احصل منه على الانرجي تمام يعني الانرجي ما تجيش من الهوى لازم يكون في سورس علشان نحصل على الانرجي في مواد فيها انرجي بنسميها الانرجي ريسورس زي ما هتشوف دلوقتي في مواد فيها انرجي الشمس بتدينا انرجي بتدينا هيت انرجي اتفقنا ان الانرجي كونفرتد فروم وان فورم تو اناظر يعني انا لو عايز طاقة كهربية لازم اننا يكون عندي اصلا طاقة تانية عشان احولها الى طاقة كهربية ما بجيبش طاقة كهربية من الهواء لازم يكون عندي طاقة ففي مواد فيها طاقة كامنة زي ما قلت لكم زي الفحم زي الجاز زي نيوكلر زي نيوكلر ريكشن زي اي حاجة خالص زي في مواد كتير زي ما هنشوف هذه المواد هنتكلم عنها وهنشوف ها ان شاء الله في خلال المحاضرات القادمة زي ما قلت انه احنا مرتبطين بالانرجي خلاص واصبح فيه للانرجي على حياتنا اليومية الانرجي بتأثر عندنا حاجة اسمها انفيرومنتل بوليوشن البيئة دلوقتي متأثرة بالانرجي اصبح فيه تأثير الانرجي على البيئة بشكل ضخم جدا قد لوجود ظاهرة الجلوبال وورمينج اللي هو الانبعاث الحراري الانرجي بتأثر بطريقة يعني قدت الى ارتفاع حرارة الكرة الارضية قدت الى ظاهرة اسمها الاحتباس الحراري اللي هم حاليا ديتو اعتبر حاليا يعني ديتو اعتبر حاليا طيب ثانية واحدة بس يا فشمانسين اشتركوا في القناة 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 والمؤتمرات اشتركوا في القناة ادينا حرارة شمس ضخمة جدا اخبالك انت ساعتك لو وقفت في الشمس خمس دقايق مش هتستحمل خمس دقايق صح اه لو 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 سبت عربيتك موقفة في الشمس اه اه ساعتين ثلاثة و جتركة بالعربية مش هتقدر تدخل من شدة الحرارة تمام بتضطر تاخدها في الضل ولا بتضطر تعمل ليه لان فيها في حرارة جمدة جدا عندنا حرارة جمدة يمكن انت لو سبت لو سبت زازة مية في العربية وهي في الشمس حتيجت ازازة سخنة اخبالك سخنة سخنة جامد يعني مش سخنة يعني بسيط فاذا احنا عندنا حرارة جمدة هم على فكرة استفادوا من هذا الموضوع في دول استفادت من هذا الموضوع ان هو يقدر ان هو يستفيد من الحاجات الموجود زائد الويند الويند برضو موجودة بالطبيعة صح الحاجات زائد الوطر المية موجودة صح ولا لا المية موجودة المية موجودة ودي مصدر للانيرجي لانا اقدر احصل على المية صح واقدر اننا المية عندنا مثلا نهر النيل قدرنا نعمل محطة طاقة هائلة جدا من من خمسين سنة ولا يمكن من اكتر من خمسين سنة اتعملت في مصر فاذا السورس دي اللي احنا هو هنا بيسميها alternative alternative او renewable يعني الاسمين دول بس الشائع هو renewable وليس alternative بس انا بقى كده علشان تبقوا ايه يعني عارفينها معنا يبقى احنا بنسميها sustainable sources of energy sustainable sources of energy اللي هي المستدامة المستدامة واخد بالك المستدامة non sustainable زي الكل زي المصادر التانية اللي هي بيسموها non sustainable sources of energy يبقى اذا الاستفادة من هذه المصادر اولا فيها فيها دي حاجة الحاجة التانية والاهم ان هي فيها ان هي هزنو او هز very small effect على الانفيرومنت بل تأثيرها على البيئة مفيش لها تأثير على البيئة بعكس الفحم تعارفين طبع الفحم ده ما تنيجي نحلق فحم شوك اللي بيحصل بيخرج غاز ثاني اكسيد الكربون الكربون داكسايد وده هنوضحها في محاضرة تانية بيخرج الكربون داكسايد كامل داكسايد دا يعني very dangerous فاذا دا بيخرج يعني هذه الجاسز اللي بتخرج من من اثناء عمليات توليد الطاقة بتعتبر لها effect كبير جدا على الاتنوسفير اللي احنا عايشين فيه انت حتى لما تمشي في الزحمة وفي مثلا عربيات كتير قوي مشي وفي طريق زحمة وكده بتحس ان انت اتخنقت ليه لان لان فيه كل عربية بتخرج بتخرج الجاسز اللي احنا شايفينها طبعا المفروض العربية بتبقى كويسة يعني لكن غالبا العربيات بتبقى يعني فيه شنس بتاعتها معظم العربيات فبتطلع ايه فبتطلع هذه الجاسز وبتعمل حرارة حتى انت بتحس بالحرارة حتى لو كنا في الشتاء لو انت في شارع وفيه الايه وفيه زحمة وفيه عربيات كتيرة وقفة وشغالة لان دي بتخرج الايه بتخرج الجاسز اللي هي زي الكاربون داكسايد اه اه اتكلمنا عن حاجة اسمها رينيوبل سورسز اللي احنا اتكلمنا عنها دي من شوية وانا قلتها رينيوبل سورسز فيه بقى رينيوبل انرجي طبعا واضح قوي بس انا حابة توضحها للواضح او انها بنجيبها من رينيوبل سورسز بس كده صح اكيد طبعا ان احنا بنستعمل رينيوبل ياما جينيريشن او الالتريسي جينيريشن ياما في الهيتين وفي الترانسبورتيشن الترانسبورتيشن دي طبعا بنستعمل احنا الايه الانرجي ده هي والجيوثيرمل جيوثيرمل ده اللي هو زي ما قلتلكم من باطن الارض في دول على فكرة استخدمت الجيوثيرمل ده كعمليات الهيتين يعمل انه يعمل دفايات يعمل دفاية والدفاية دي دفايات عشان ايه في الشتاء عشان يعني بدل ما ما يجيب دفاية كده هو ممكن يستجل حرارة الارض انه يستغملها في التدفئة البيوماس البيوماس دي حاجة دلوقتي اصبحت لها وضع اجامد جدا وهنتكلم عنها برضو البيوماس دي البيوماس انرجي يعني هنتكلم عنها جاي دورها اصبحت برضو حاجة مهمة جدا لان هي برضو ما تكلفش ما تكلفش فيعني دي السورس اللي انا ايه اللي انا حبيت ان انا اكتبها بهذا بهذا المنظر فيه تاني للانرجي كومفنشنال ونون كومفنشنال انرجي كومفنشنال ونون كومفنشنال انرجي الكونفنشنال دي اللي هي كتبت استخدم منذ زمن طويل بس ماها كومفنشنال يعني لونج تايم اجو اجو ال 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 وال 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 والجاز ال هايدرو زي ما قلت من شوية الهايدرو احنا احنا اعملناها اعملت في دول طبعا كتيرا واحنا اعملناها في مصر من زمان منذ زمن طويل واثبتت كفاءة ضخمة جدا وكان من المشروعات العظيمة النكحة اللي اتعاملت في مصر اللي هو الهايدرو ستيشن ال ال طبعا ده يعتبر برضو بتستخدم في دول كثيرة واحنا عندنا دلوقت حاليا بدأ في اتجاه او من مدة يعني في اتجاه انه هو ان احنا نعمل برضو اثباتي برضو طاقة جمدة جدا بس الفكرة انها محتاجة high technology nuclear power plant ده محتاج high technology واكيد طبعا يعني ده يعتبر من المحطات من المحطات اللي هي بتدين طاقة هيلة جدا و و و و في دراسات اتعملت كتير على nuclear power plant النون كومفنشنال اللي احنا اتكلمنا عنها ان احنا اتكلمنا عنها النون كومفنشنال النون كومفنشنال اللي هي السولر والويند والتايدل والجيو ثيرمل بس يعني انا برضو الجيو ثيرمل دي انا برضو عندي تحفظ عليها ان هي في كومفنشنال بس كتبتها كده عشان هي من يعني في بس عموما ان هي يعني قادر اقول ايه دلوقتي انا في عندي كومفنشنال ونون كومفنشنال في حاجة مستخدمت منذ زمن طويل وفي حاجة استخدمت منذ زمن قصير او يعني بدأ في اتجاه لها بعد اللي حصل الى السولر والويند السولر والويند دول فعلا بدأ اتجاه لهم بشكل رهيب جدا التايدل دي كانت موجودة قبل كده والجيو ثيرمل بدأ برضو اتجاه كانت موجودة بس كانت على نطاق ضيق جدا انما حاليا و البيوماس البيوماس برضو البيوماس بتعتبر من اللي هي نون كومفينشنل البيوماس نون كومفينشنل يعني انا لو قلتلك ان الهيدرو دي تعتبر كومفينشنل ان رينيوابل الهيدرو دي كده بتمتاز او هي يعني لها صفة ان هي كومفينشنل في الوقت نفسه إنما السولر والويند دي تعتبر طاقة مستدامة طاقة يعني لا تنتهي لا تنتهي إلا بنهاية الكون مش كده ولا لأ يبقى هي دي طاقة لا تنتهي الحاجة اللي هنا المهمة إن هي how to store the energy في حالة اللي هي solar will win solar بالزاد how to store the energy energy must be stored دي حاجة الحاجة التانية can be connected to the power system نقدر إن إحنا نوصلها بالpower system يعني يعني as you like يعني فأنا عندي هنا اتفقنا إن فيه conventional وnon conventional وفيه إيبقى renewable and non renewable تمام التقل هي non renewable دي طبعا بتستخدمها في فترة معينة استخدام معين علشان بنقدر نقول زي oil والcool والneutral gas والneuclear energy دي عبارة عن اللي هي non renewable energy الفوزل 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 دي دي for energy زي الكون والأويل والنطر الگاس ده الفوزل فوزل والكون والأويل والنطر الگاس النوكولر energy فيها فيه تلت يعني بتتعرض لها تلت حاجات الكوست والسيفتي زي ما قلت من شوية والدسبوزل الفوزت النوكولر power plant ده هو زي ما قلت هو بتكلم على الكوست وتعارتين طبعا الماتيريال نفسها بتبقى very dangerous والماتيريال نفسها محظور ان هي تتنقل الا بتصريح ولازم تتنقل تكون معروفة منقولة ازاي ورايحة فين وجاية منين لان هي فيها فيها اشعاعات وفيها افكت على المحيطين بيها كويس السيفت دي مهمة لانها زي ما قلت لك محتاجة high technology محتاجة تقنية عالية عشان نقدر ان احنا يعني نتعامل معها كمان المخلفات بتاعتها very dangerous ولابد ان هي يعني بياخدوها يودوها في اماكن معينة ياما بتطفن very deep in the earth ياما بيودوها في المحيطات والبحار ياما بيشوفوا لها سكة لانها very يعني افكت بتاعها خطير جدا ومؤثر جدا على الانسان وحيط طبعا اكيد يعني التاريخ بيقول بيتكلم عن الحرب العالمية التانية وبيتكلم عن اللي عملته النوكلر انرجي دي في الحرب العالمية التانية في اليابان طبعا ده تاريخ كل عارفه الناتشرا الريسورسيز ادي الناتشرا الريسورسيز بتاعتي اللي هي اللي هي زي ما قلت اهو ادي الجاس وادي الفحم اسف الويند التايدل او او الووتر وآدي الجاس وآدي هنا السولر بلانت ادي هنا السولر بلانت ده الكول الويند الويفز والووتر والويفز دي احنا جايبينها من الووتر دي بنعملها في البحار اللي هي بيكون فيها الامواج عالية عندي الصن وعندي الاويل والجاس زي ما انتش شايفين استخراج الاويل والجاس والجاس النهاردة يعني يعني خد اهمية برضو اهمية عالية جدا يبقى احنا عندنا مواد ماتيريال عندنا ريسورسيز هذه الريسورسيز بقدر ان انا اطوعها علشان احصل على الانرجي اللي انا بعيش بها تمام او اللي الكون عايش بها كل الكون ده اللي احنا شايفينه عايش بهذه الانرجي اه اه انا عندي هنا اول حاجة النن رنيابل انرجي نن رنيابل انرجي الانرجي الجاز الايل بتروليم طبعا الكول اللي نعارفينه والنيوكلر بلانت احياء انا حطيت النيوكلر بلانت هنا في النون رينيو اللي هنتكلم هو هنحاول نشوف كل واحدة من دول طبعا كلكم عارفين الغاز الطبيعي وعارفين طبعا ان احنا حاليا حتى حاليا في يعني من المدة في العربيات بالغاز العربيات تشتغل بالغاز وعندنا في البيوت كلنا عندنا غاز مش كده يعني دخل مصر من الغاز وكان دخل مصر من يمكن من من تلاتين سنة او من اربعين سنة والغاز ده بيستعمل في المنازل حاليا وبيستعمل في كل الاماكن الاول طبعا ده بيعتمد على الدولة وبيعتمد على اللي هو طبيعة الارض وهل فيها ولا ما فيهاش بيبقى فيك اكتشافات والناس بتحاول ان يتدور على الاول الفحم من المواد الموجودة في بطن الارض الفحم ده من المواد الموجودة في بطن الارض وكلكم عارفين كويس قوي الفحم وبيباع يعني هو الميزة اللي فينا هو ورخيص جدا بس له بقى افكتس تانية له افكتس تانية اللي هي ايه اللي هي الامبعاث الجاسس بيقدي الى امبعاث غازات ضرة ضرة بالصحة وضرة بالبيئة وتحس بيها لو انت رحت في مكان رحت في مكان قريب من كافتيريا ولا قريب من اي اي مكان بيستعملوا الفحم وهتحس ان هو فعلا يعني يعني دار على الانسان هنا اللي بيتكلم على الاويل والنيتشرا الجاس يقول انه هو الاصل الحاجات دي في باطن الارض الجاس ده الغاز ده بتولد زي بتولد من المارين بلانتز والانيمالز اللي هي دايد مليونز اوفيرز بيحصل بالزبط ان في حاجات بتدفن داخل باطن الارض بيحصل بالزبط النهاية بيحصل لها تحلل في عدم موجود الار فبينتج عنها اللي هو الايه بينتج عنها الغاز اللي هو موجود والبترول والاويل هذه هنا ده بشكل بس بيبينلك الورجانيك ريتش سيديمنتز و بيحصل بالزبط ان هي التمبريتشار بتبقى عالية جدا في باطن الارض زي ما قلت من شوية والضغط البريتشار بيبقى عالي جدا فبيحصل تحلل التحلل ده لما بيحصل للكائنات اللي هي اتدفنت في باطن الارض مليون اف ييرز تعارفين ان بيحصل فيه تشينج في الكرة الارضية دي حكمة ربنا في الكون برضو ان بيحصل فيه تشينج يعني الارض او الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها مش هي اللي كانت موجودة من من الفين سنة مثلا في حاجات راحت وفي حاجات جت وفي حاجات في باطن الارض فيبقى الحاجات دي لما بيحصل ان هي بيحصل لها تحلل التمبرتشر والبرتشر العالين دول ومفيش هوا يعني في حتة has no air طبعا في الحالة دي بنقول دي بتتحول الى جاس او او الى جاس او او عشان كده هما بيجوا يدوروا على الغاز في البحار بيدوروا عليه تحت لان فيه حاجات بتتدفن بتتدفن وبتتحلل وبتؤدي الى 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 انها بتتحول الى غاز او او الى او هما بيبدأوا بيطلعوا الاويل ده الاويل اه 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 عن طريق ان هما بيحفروا وبيطلعوا الاويل من بطن الارض وبيطلع اه عن طريق الدريل دي عن طريق بيطلع الى الى استعمال الانسان حتى لما بتشوف حتى اي مناظر تلاقيه حطين آآ منزلين حاجات في بطن الارض وبيطلعوا من تحت الحاجات الغاز او آآ من بطن الارض يبقى الطبعا فيه ده حسب نوع التربة وحسب الظروف اللي كانت فيها التربة من الاف السنين وحسب الكلام ده زي ما انتو شايفين كده اللي بيقدروا ان هم يطلعوا هذه الايل والجاز لان هم اعتبروا عصب الحياة عصب الحياة يعني مهمة جدا انك انت يعني يبقى عندك الايل والجاز وفيه حاليا دول يعني بتعمل تنقيب على الغاز ويعني بتحاول ان هي تعتبر او يعني من الدول اللي بتنتج الغاز الغاز نفسه ده يعتبر صروة في الشك بالنسبة لأي دول طبعا والبترول الغاز النهارده يعتبر صروة قومية في اي دول في اي مكان يعني الشكل ده بيوضح ايه بيوضح ازاي انا بستخدم الريسورسز ديت احنا بعد شوية هناخد رست بعدين هنكمل الريسورسز ديت احنا بنستعملها ازاي انا عند الايل والجاز بنخش على بنخش على بنحرقه وبيبقى عندي ووتر الووتر ديت بتتحول الى بناخد منها الستيم بناخد منها ستيم الستيم ده بيطلع على توربينا ترباين ترباين دي بتدور يبقى انا انا عملت ايه انا عندي الايل والجاز دي بتعتبر energy resource اولتها الى heat اخدت من هنا الheat اخدت منها الheat الheat اخدت منه ستيم حولته الى ستيم الستيم ده هو بيتحرك معه energy هيعمل ايه هيحرك مين هنا فيه heat energy اتحولت الى mechanical energy اتحولت الى mechanical energy يبقى انا كان عندي main source اهو والmain source ده قدرت ان انا احصل منه على ستيم على ستيم والستيم ده حرك الترباين يبقى الترباين دي موجودة الترباين دي لما تحركت يبقى انا حصلت على mechanical energy حصلت على kinetic energy mechanical energy في الترباين الترباين دي اتكابل دمع مين او هي مثبتة في الشافت بتاع الجنريتور ان شاء الله انا هتديكم فكرة عن الجنريتور الجنريتور ده يعتبر جهاز او يعتبر device عندنا اسم عام كdevice الdevice دي انا بديها mechanical energy input بحصل منها على electrical energy output احنا اتفقنا ان energy converted from one form to another يبقى الانرج دي ايه converted from one form to another تمام يبقى انا قدرت احصل على mechanical energy وحولها الى electrical عن طريق الجنريتور هنلاحظ ملاحظة هنا اهمة جدا ايه هي ان كل الجزء ده كله اللي انا همعلم عليه بالعلامة الليزر دي كل الجزء ده ماله mechanical يعني كل احتراق ده mechanical مش عايزة منقش والهيد وبعد كده يطلع على steam mechanical turbine mechanical احنا لنا الجزء ده بس ككهرباء يعني شوف احنا لنا جزء ايه جزء ايه يعني يعني التلتين mechanical والتلت electrical يعني احنا بقى هنا في الهتة دي انما كل الجزء ده كله mechanical part ده يعتبر controlled under mechanical operation ده controlled ده اللي بتحكم في mechanical engineering اللي بتحكم في engineers يعتبروا mechanical وليس electrical يبقى انا عندي هنا انا بقى شغلي هنا كمهندس كهرباء شغلي هنا في generator بياخد mechanical يحولها الى electrical electrical والelectrical دي بقى تشغل بقى اللي تشغله زي ما احنا عايزين اه اه لما بيحصل فيه احتراق بيحصل فيه احتراق هنا الاحتراق ده بيؤدي الى حاجة الى 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 وجود عادم العادم ده بيحتوي على carbon dioxide او احنا بنسميه ثاني اوسيد الكربون CO2 CO2 ده زي ما قلت من شوية ده يعتبر غاز غير مرهوب فيه ويعتبر غاز مؤثر على الصحة وعلى البيئة وعلى العالم ككل ده احنا بنسميه green house gas ده هتكلم عنه في المحاضرة القادمة ده expression كده expression وده مهم وبسأل فيه green house gas وده has the main contribution to the global warming ده له يعني ده يعتبر يعني 80% السبب أو 90% السبب في global warming هو carbon dioxide اللي هو السبب في رفع درجة حرارة الأرض السبب فيه ارتفاع درجة حرارة الأرض اللي هو من اللي هو carbon dioxide green house gas ده زي ما قلتلكم من شوية ده expression يعني مصطلح في المراجع وفي كتب الانرجي على ان هما بيطلقوا عليه green house gas هو الحقيقة burning الاويل والغاز مش بيطلع بس CO2 لا بيطلع كمان غاز اسمه الميثان وبيطلع غازات اخرى بس الكربون ديوكسايد والميثان هما الاتنين دول يعتبروا المين جاس اللي بيسببوا الايه الجلوبال ورمينج الكربون ديوكسايد اللي هو يعتبر له الحظ الاكبر في انه هو بيسبب الايه بيسبب الاحتباس الحراري زي ما قلتلك من شوية انت حتى لو قعدت في لو قعدت في كافية كافية ده يعني مليان بقى دخان وبتطلع عوادم واعلام قعدة كده فضيا بتبص تلاقي ايه بتبص تلاقي ان انت حسيت اولا حسيت ان الجو حر ليه الجو حر لانه الحرارة تحبست في المنطقة اللي انت قاعدت فيها زي ما قلتلك حتى لو في الشتاء بتحس ان الحرارة زادت لو انت دخلت في مكان وزي ما قلتلك وفي ناس شغالة بتطلع ساني اكسيد الكربون والكلام دوت فهبص تلاقي نفسك ايه قاعد في مكان شايف ان هو حرارته ارتفعت حرارته ارتفعت ففي الحالة دي ايه في الحالة ديت بقوا بنقول ان هو له السبب الاساسي في ظاهرة الجلوبال ورمينج زي ما قلتلكم من شوية اللي هي تعتبر up to date لان هي اه ظاهرة بتهد بتأثر في العالم كله فعملين ايه بيعملوا فيها دراسات وبيعملوا فيها مؤتمرات وهتقامل فيها مؤتمر تاني سنة 27 بيتكلمين بيتكلم هنا على اللي هي الطبقات الارض طبقات الارض زي ما انتو شايفين كده ده اللي هو الاخشاب ده اللي هو الخشب اللي بتدفن في باطن الارض يحصل بالزبط اه دي الباطن الارض هنا بيقولك انه dead plants turn into peat هنا الpeat ده بيتحول الى cool النتيجة لان فيه عندك wood تحت فاتحول الى فحم تحول الى فحم في باطن الارض الheat والpressure تحول الى فحم تحول الى cool ده بيحصل في طبقات الارض اللي تحت حتى انتو لو شفتوا مناجم الفحم مناجم الفحم دي بتبقى في باطن الارض بيحفر لها على مسافات بعيدة في باطن الارض المسافات دي بعد كده بيبتدي يفضل يشوف يشوف لغات ما يوصل الى بحتة يعرف ان فيها فحم طبعا المنطقة دي المنطقة دي لما بيعمل منجم فحم بينزل طبعا اكيد بيطلع الفحم ده فوق مش كده ولا لا يبقى هو بيبتدي فيه بقى فنيين وفي عمال وفي ناس بتنزل تحت عشان تطلع الفحم ده الى الاستعمال فالناس اللي هي بتنزل تحت دي بيتعمل لها غزة مخصوص وبيتعمل لها حاجات وقاية عشان نحميها من اللي هي الحاجات اللي ممكن تخرج تخرج أثناء وإحنا وهم بيكسروا هذه المنطقة عشان يخرجوا الفحم ده الى خارج الارض يعني الكل ده طبعا دي نابسة نابسة مختصرة ان الفحم ده جي منين زي ما احنا اتكلمنا عن البترول وقلنا جي منين يعني انا عندي هنا زي ما احنا عارفين الاخشاب اللي بتتدفن وعندي هنا مع dead plants dead plants دهيا مع الحرارة العالية وال وال pressure العالي جدا بيبتدي يحصل فيه بينهم تفاعل وفيه بينهم تحلل وبتحول الى فحم دي واحد يقول لي ما انت لسه قايل ان بتتحول الى اويل بالزبط فيه ممكن تتحول الى اويل وفيه اماكن بتتحول الى فحم اللي بتحتوي على مخلفات الاشجار والكلام ده وهي بتتحول الى فحم الفحم ده عنده طاقة كامنة هيلة جدا وليعلمكم محطات توليد الطاقة حتى اللي موجودة في اوروبا من زمن بعيد واللي موجودة في مصر برضو من زمن بعيد اللي هذه المحطات شغلة بالفحم يعني الفحم دي حاجة اظن مش هعرفكم انه بيتباع في كل حتة ويعني في كل مكان وموجود أي واحد ممكن يحصل عليه المحطات دي شغلة بالفحم وشغلة شغلة كويس جدا وشغلة بالفحم أخذ بلك الفحم ده بيتحرق هنا بنحصل منه على الهيت الهيت بتعمل نفس القصة بتاعته الاول والجاس هي نفس القصة واخبلك نفس القصة بتتحول الى ايه الى ستيم والستيم ده بيدور ترباين الترباين بتشغلة جينيريتور والجينيريتور بيتديني كهراء تمام جينيريتور بيتديني كهراء ايه بقى المشكلة فيه مشكلة فيه ان هو بيديني بيعمل افكت على الانفارمنت يعني الفحم ده على فكرة بيلعب دور عالي كبير جدا في تأثيره على البيئة في تأثيره على البيئة طبعا الناس اللي هي بتستعمل الفحم زي ما قلت لك من شوية الشوارع تلاقيها فيها مثلا كل شارع فيه بتاع عشر كفاهات وده على مستوى البسيط بتاعنا يعني ولها افكت فما بالك بقى على مستوى محطة بتولد طاقة شو بقى هتخرج قد فيبقى الافكت بتاع الكول ده يعني ده يعتبر مصدر رئيسي لعملية الكاربون ديوكسايد او امبعاث الغازات انا عندي الكاربون ديوكسايد السالفر ديوكسايد والنيتروجين نيتروجين ديوكسايد الاكتماسفير بتاعها ما هواش ما هواش ناقي هواش ناقي عشان كده يجي يقولك يجي يقولك انا اعمل جناين يبقى فيها الجو ناقي ليه لان لان الاشجار بتسحب ثاني اكسيد الكاربون الاخوة الزراعة علمونا او قالولنا ان هو ده بيسحب ثاني اكسيد الكاربون اثناء اثناء التمثيل الضوء فبيحصل له ايه بيسحب ثاني اكسيد الكاربون كويس بيستنشق او هو بينقي الجو صح كده يعني انا لما اجي اعمل زرع او خضرة او ازرع جناين ونمشي في الجناين تلاقي الجو حلو جدا يعني انا واحد من الناس مشيت في الجناين برا يعني في مصر او في دول اوروبا بيبقى فيها الجو حلو جدا في المقابل ايه بقى صحيح هو بيفيد الانسان انه بيسحب ثاني اكسيد الكاربون انما في المقابل ايه في المقابل انه بياخد ثاني اكسيد الكاربون بيخزنه كويس ده بيخزنه جوه الايه الافرع بتاعته والخشب وكل ده فلما نجي احنا نقطع الاشجار دي بنخرج تاني ثاني اكسيد الكاربون عشان كده احنا اطلقنا على الغازات السامة دي او الغازات اللي بتؤثر اطلقنا عليها جرين هاوس جاس جرين هاوس جاس يبقى زي ما هنشوف ان شاء الله فيما بعد يبقى الكل ده بيعتبر له يعني بيعتبر مين سورس مين سورس جاس اللي هو الكاربون ديوكسايد والغازات التانية بس الافكت الاعلى للكاربون ديوكسايد هو افكت عالي جدا وبقية الغازات لها افكت بتأثر وكل ده بيحصل ايه يبقى الفحم ده بيعمل بيعمل very very high contribution للجلوبال ورمينج او الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري عشان كده هم دلوقتي بيشجعوا عدم استعمال الفحم بس ده مش هيحصل حاليا ليه لان كل الدول بتستعمل الفحم قبلك يعني حتى الصين حتى الصين حتى اليابان حتى دول اوروبا كلها وفي مصر عندنا بيستعمل الفحم يعني حتى في امريكا باستعمال الفحم استعمال الفحم ده في معظم دول العالم في كل دول العالم بيستعملوا الفحم لانه very cheap لانه لانه very cheap وموجود منه كميات كبيرة وزي ما قدتلكم من شوية طيب احنا هنقف على هيدا ناخد خمس دقايق او عشر دقاء بالكتير وهنيجي نكمل ناشي يا شباب تماما طيب انا خليد ده فيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر